كانت موجودة في السابق لغاية تسعة بايو؟ أه طبعا. ده أنت أيد لنا أن هي. بص بص يا سيد إبراهيم هو الموضوع كله برمته كده يعني موضوع سيء وموضوع غير جيد. وموضوع غير مقبول وموضوع ما فيه انصاف وفيه تحيط بشكل واضح. أنا على فكرة ما كانش عند مشكلة خالص. أقبل أن أنا ألعب المباراة دي يا خالد. بالضبط. ألعبها في الدار البيضاء. إذا كانت محددة. بص برضو من ضمن الحفاوة المغربية. دول بتوع المدينة اللي الملعب عين السابق. ده رئيس مقاطعة عين السابق. وليد الحسينية. أو يوسف الحسينية. دي اللي هي المقاطعة اللي فيها أو ملكة للملعب العرب الزوالي اللي بيتمرم فيه الأهل. اللي الكابتن سيد عب حفيز اختاره. فالكابتن الخطيب بيه كرمهم ويشكرهم. لأنه دول المرة التانية يقدموا ملعبهم للأهل. عملوها مع عمدش الرجاء. والمرة دي مع النهاية. واللقطة دي بتأكد يا سيد إبراهيم. أن نحن مش كتنا مع الأشقاء في المغرب. طبعا. خالص. إخواننا المغربة. عين السابق بتكرموك وبيخصصوك معه. الرجاء بيقولك تعال وزع التزاكر من خلالنا. والوداد ناس محترمة جدا. والوداد في منتهى الوداد. نحن بنتكلم حلوة. نحن بنتكلم على الاتحاد الأفريقي. أقولك شيء. خلينا الخالد. أنا أريد أن أرجع للمسؤال الأول. السؤال الأول. السؤال الأول. السؤال الأول. السؤال الأول. أنا قلت حدادك في نقطتين هنا. بالنسبة للجماهير. النقطة الأولى. هي أن النادي الأهلي يبحث عن التاريخ. وكلنا عارفين الكلام. نقطة الثانية. تطبيق حرفي لكلمة جمهوره دا حما. بمعنى أن جمهور النادي الأهلي. شايف أن النادي الأهلي ظلم من كل الأطراف. وبالتالي هو يقوم بدوره. أنا أحمي النادي الأهلي. أنا عندي ألياتي التي يمكن أن أحمي بها. كان عنده أليتين. سواء السوشال ميديا. بالهاشتاجات التي غزت العالم. وتصدرت العالم. رقم واحد. رقم واحد. رقم اثنين. أن بكل ما قوته من قوة. عايزين يحضروا المباراة. فيه ناس عايزة تقصت. وقصتت بالفعل الرحلة. أنه يروح عشان يورى النادي الأهلي. هو شايف. مش فكرة أنك تحضر مع النادي الأهلي. أنك تحتفل لأن. دي حاجة خمسين خمسين. هو فكرة أنه عارف أن صوته مهم. ورا النادي الأهلي. لو كل الناس. وقفت ضدك. أنا معاك. أنا اللي دائماً وقفه ظهرك. فعشان كده بتلاقي دائماً جمهور النادي الأهلي. بيسعى أن يكون موجود حتى في آخر الدنيا. وده شوفناه في كل الأوقات. أنا سفرت مع النادي الأهلي كتير. وكنت بشوف الجمهور. وكنت بشوف الألترس. كان بيعمل إيه في كل أماكن. في الكاميرو كان بيروح يعمل إيه. كان في النجيرة بيروح يعمل إيه. كان في أوقات صعبة جداً فيها السفر. كنت بتلاقي جمهور النادي الأهلي. ماشي وراه من مصر. نسافر وراه من مصر. عشان تقوم بمهمتها. عشان كده دي كانت الإجابة بتاعت السؤال حضرتك. ليه جمهور النادي الأهلي عايز يعمل إيه.